الاختفاء القصري بأشكال وصور متعددة وأحدها رواية رجل من مدينة الفلوجة لقصة تغييب ابنه وأشخاص آخرين في سجون القوات الأمريكية بعد معركة الفلوجة الثانية 2004 مع المالة الفلوجة الثانية طبّوا الأمريكان إلى الفلوجة ابن كان بالبيت وشباب كثيرة من الفلوجة كانوا قالوا من نطلع من بيوتنا دي واش نطلع من بيوتنا يفرهدوها وهالمشاكل الصير إذا مهم غيرهم فبعدين قشوهم كلهم قشوا كثيرة ابني هو صف ثالث كلية قسم فلسفة بغداد وأخذوه الأمريكان قشوه على الدنيا كنت أنتظرها وأنتظرها ما أجاني ما أجفل نطلع فأجازة من الدورة ما أخليت بغداد الطب العدلي شغلوا لأفلام سينماعية ببغداد ومدينة الطب وغير وغير ما لقيت الدعوة أخير شي قبل شم شهر وفوه فأي نصر متوفه اي 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 بس هو يعتبره شهيد اي خدتوا حقوقها كشهيد كل شي ما كل حد الآن ذيك الدعوة مالت الشهيد يم المحامي وكل شي درهم ما حصلت من ذاك اليوم لليوم درهم شنو الدرهم استكان شاي ما حصلت صاح لي من الدولة وقال لي تعالي شرب هذا على روح منك وابني طالب صب ثالث كلية بغر الشباب